اكد صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تعاون استراتيجية تسنند إلى أسس راسخة من التاريخ الممتد والتعاون البناء على كافة الصعود خاصة فيما يتعلق بالمجالات العسكرية والدفاعية منوها سموه بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان بقصر الإقضبية اليوم الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية الجديد والوفد المرافق حيث رحب سموه بالجنرال ماكنزي والوفد المرافق معربا عن تهانيه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله مشيدا سموه بالشراكة التاريخية الوثيقة بين البحرين وأمريكا وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في جميع المجالات وأهمية مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا والموضاعات المشتركة خاصة ما يتعلق بالتطورات والجهود الإقليمية والدولية الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر